طيب دي كانت تصريحات مارسيل كولر عاقب مباراة الأمس وكلامه في المؤتمر الصحفي والرجل يمكن اشتاكى من جزئية بس انت هتواجه على مدار الموسم مستر كولر فكرة ضغط المطشاط وما بين المباراة والتانية 72 ساعة أو 48 ساعة ما فيش فرصة لتصحيح الأخطاء نتمنى الفترة اللي جاية يكون في استفادة من أي خطأ بيحصل لأن للأسف حتى في كاسة عامل أن دا كانت في بعض الأخطاء هنا هنتدركها لكن انبارح برضو للأسف برضو كانت في تقرار لحاجات معاينة نتمنى يا رب قبل مباراة سانداونز والأطني الكاميروني الأمور دي تتغير لأن المنافسة الإفريقية مهمة جدا للجيل ده في التوقيت الحالي وانت بتنافس على الدور طيب نهاردة الفريق استقنف تدريباته بالنسبة لمباراة الداخلية طبعا ضغط المطشاط بقى بيعمل إصابات وإجهاد ننبارح فيه تغيير اضطراري لياسر عبد المنعم قصدي لمحمود متولي ونزل مكانه وياسر عبد المنعم تغيير اضطراري لمحمد عبد المنعم ونزل مكانه وخالد عبد الفتاح فحنا بنتكلم اتنين قلبي الدفاع مباراة خرجوا بسبب الإصابة أيضا كمان حسين الشحات خرج شعر بإجهاد وإصابة كلام بيتقال برضو إن علم علولة عنده إجهاد دا عضلي الله أعلم ممكن يلحق مباراة الداخلية ولا لا السلية توقيت عودته بعد العودة من السودان قبل مباراة ساندونز ما كانش فيه غير يومين ثلاثة فما خدش الفترة الكافية من التدريبات عشان يلحق مباراة ساندونز هل السلية هيبقى جاهز على مباراة الداخلية دا هنعرفه بكرة بإذن الله في التدريب المسائلة هيكون حوالي الساعة خمسة فده الشكل العام بخصوص الغيابات اللي ممكن تكون موجودة في مباراة الداخلية قلبي الدفاع متولي ومنعم الشحات معلول السلية يرجع ولا ما يرجع يعني كل دا هنشوفه خلال الفترة اللي جاية قدامنا يمكن دا ياسر إبراهيم واحمد نبيل كوكا إن شاء الله بإذن الله لمباراة الداخلية يكون الفريق جاهز ويعني طبعاً الثمانية واربعين ساعة دي تبقى فرصة للاستشفى بنسبة كبيرة قدامنا كمان حتى في صورة الملعب مش كل الفريق موجود قدامنا احنا قدامنا بس المجموعة لمشاركيتش في مباراة الأمس أو حتى العابة اللي نزلت في التغييرات في آخر عشر دقيقة أو ربع ساعة لأن التغييرات كلها للأسف كانت بعد حوالي دي أستين يعني ما فيش غير تغيير الطرار يتعامل ما بين الشوطين لما خرج محمود متولي ونزل ياسر إبراهيم لكن كل التغييرات كانت بعد دي أستين فالنهار دا أكيد زي ما نشايفين حتى يعني اللعبة حتى اللي شاركت في جزء المباراة زي طاهر محمد طاهر زي ياسر إبراهيم زي كمان خالد عبدالفتاح كلهم موجودين في التأسيم عايز أشيد وحيب أمانة مروان عطية مباراة عمل مجهود بدني كبير جدا وتحرقات فنية كبيرة جدا وانتوا عارفين حتى في التحليل أو السكاوتينج لما بتيجت تعمل التحرقات في أرضية الملعب بسم الله ما شاء الله يعني مروان عطية يمكن قطع مسافات كبيرة جدا وجري كتير جدا في مساحات كتيرة من أرضية الملعب أستاذ السلام ونتمنى إن شاء الله الفترة الجاية يعني يكون إضافة قوية مع حمد فتح ومع السلية وقال يو دينج لأن مروان عطينا شايفه إضافة كبيرة جدا جدا لخط وسط النادي الأهلي بتوفية رب يا مروان قدمت بأمانة يعني ورقة اعتمادك داخل النادي الأهلي مش من مطشي مبارح بس المطشيات اللي فاتت نتمنى الاستمرارية لأن أكتر حاجة بتضيقنا فكرة الاستمرارية جماعة مهم جدا وانت في الأهلي تلعب على الاستمرارية تكسب انت ممكن تأمن وبراءة كبيرة وتخسر بس ساعتها تلاقي الناس بترفع لك القبعة وبتحييك على أداء فالاستمرارية في الأهلي ده هو معيار نجاحك تكسب بطولة تخسر بطولتين ده مش معيار نجاح في الأهلي تحديدا معيار النجاح هو الاستمرارية طيب نروح بقى لتريند الأهلي يمكن قدامكم على الشاشة يمكن ده جزء من تدريبات الأهلي النهاردة اللي كانت بعد الضهر وطبعا قدامنا جزء هول تدريب عالي لطفي ومصطفى شوبر وكان فيه راحة النهاردة أكيد ليه محمد الشنيا